عدنا عزائي المشاهدين من جديد بداية أرحب بضيفي أحمد مختار مؤسس فريق بداية جديدة أحمد خليفة أحمد خليفة أهلا بك أستاذ أحمد عرفنا من نفسك أنا اسم أحمد خليفة سالم طالب تانية كليه التجارة جامعة أسيوت مؤسس فريق بداية جديدة من 2015 حدثنا عن فريق بداية جديدة باستفادة أحمد عدتك هو فريق شبابي من شباب جامعة أسيوت وجامعة أزهر ومدارس الفريق تأسس سنة 2015 في مدرسة الفريق عبماني عمرياض تجربية في أسيوت اتطورنا عدتك أننا كنا فريق مختصر برضو على شغل المدرسة اتطورنا حبينا أن ننمي الفكرة برة بدأنا بحفلات أيتام نحن عاملين حفلة أيتام بأسيوت آخر حفلة كانت يوم 11 2019 جبنا فيها نجوم من فن ونجوم رياضة جبنا فيها أستاذ عمر رمزي ممثل لعديد من البرامج والمسلسلات ممثل في فرجة نجاعة الله وفي برنامج حلما بينهم وبرنامج روبابكية وجبنا لأستاذ رام غياط عمل فيلم المواطن برس فيلم كلمني شكرا فيلم برضو مواطن برس وكلمني شكرا وليه برضو مسلسل خرم إبرة وشارع عبد العزيز ومسلسل بركة كانت تخر أعماله وكانت حفلة طلعت بشكل حلوة ليه باسمها سيوت احنا وعيدة للعضاء أو الفئات اللي بيضمها فريق بداية جديدة مصامتنا عنا ما عندناش عمر معينة بس عنا الأغلبية طلبة جامعة وطلبة طلبة يعني كلهم بس لحد كبير عند حاب نوع نضم لنا احنا بنرحب باي حد معانا بعض الصور خاصة بفريق بداية جديدة ممكن نشوفها مواحدة تارك وتعلق عليها تمام ده أستاذ عامر رمزي كان في معهد لوران في أسيوت في الزيارة وده الأستاذ عامر رمزي وأستاذ رامغياط وأستاذ حمادة يوسف مدير علاكات العامة برضو في معهد لوران ده كلها خاصة بزيارة الفانين اللي عملناها في معهد لوران ده طفل من أسوان يعني ده المعهد الوحيد معهد لوران أسيوت ده الوحيد على مستوى الصعيد بيجيله من أسوان لبن سويف مشاكينة أستاذ عامر ماشاء الله يعني أنشطة الفريق بداية جديدة أنشطة متنوعة وشاملة وبداية إن شاء الله موفقة حدثنا عن عن الأعضاء أو اللي بحب ينضم الفريق اللي بحب يعطي ينضم إحنا عندنا الأعضاء كل حاجة أنا مؤسس فريق اختصاصي العلاقات العامة التنظيمات حاجات زي كده قدرت التوعات مع الأساس هشام السويسي والأستاذ خاد عب عزيز دولة هم المسكين الفريق ككل اللي بينضم لنا حطك بييجي بيمضي الابليكيشن وبيعرف الواجبات اللي عليها وكده وبينضم لنا عادي خالص من غير أي حاجة ولا أي مقابل ولا أي حاجة يعني خدمات تطوعية خدمات تطوعية كلها الأنشطة اللي ممكن بيديها فريق بداية فين بساعتك احنا عملنا على مستوى السنين اللي فاتت عملنا عشر أسجف عملنا خمس توصولات مية عملنا حداشر عفة أيتام زورنا مع عدلورام أربع مرات بنعمل برضو جلسات في محد لو رام اللي عليك بتضحكوا كده كنوع من النوع للاج فيه وطحية بنعملها في العيد احنا موزعين على مدار الخمس عام السابقة موزعين أكتر من عشر تلاف كيلو لحمة موزعين أكتر من سبع وعشرين ألف كارتون رمضان جهزنا عشرين عروس لايتام يعني ممكن نقول في فريق بداية جديدة خاص الخدمية والخيرية والتطوعية آه تمام هو كده بالنفس نظام يعني كده فريق بداية داخل في العديد من الأنشطة مش هو يختصر على قام الحفلات أو تنظيم الحفلات ده حتك نوع من أنواع حفلات خيرية جزء نشاط من النشطة احنا فيه عندنا أنشطة كتيرة وفيه خطة بنجهز لها حاجة كبيرة خالص الفترة الجاي ماذا يطمح أحمد مختار أحمد خريف أحمد خريف أنا بس يعني نفسي كنا نحن ما نقلش حاجة عن الأرمان ورسالة احنا كان لنا برضو لنا كذا فريفة كذا محافظة بس للأسف احنا ما واخدنش الشهرة بس احنا بنعمل أنشطة يعني احنا عاملين احتفالات وبنعمل حاجات يعني حاجات يعني عالمية عندنا كل الخدمات يعني احنا زينا زي زينا زي رسالة والأرمان وغيره من الجمعيات وغيره من الفرة وغيره من من الحاجات الطوعية هل فيما بعد يختصر انضمام الأضاء المحافظة معينة أو احنا متاح في جميع المحافظات كل المحافظات بس حاليا احنا في أربع خمس محافظات احنا بإذن الله أنا بطمح أن يكون الفريق بداية جديدة في كل المحافظات مصر نصيحة تقولها للشباب قبل الختام ان شاء الله تفضل أنا حب بصراحة أن أنا يعني أنا ما أسست الفريق اختصارا للوقت أنا محب يعني الوقت الضايع استثمر في حاجة خير أو استثمر في حاجة لها فايدة يعني حتى يعني استثمر الوقت بتاعه ده يستثمره في أي حاجة تفيده يعني مثلا يعني يأدي يمارس نشاط معين يمارس رياضة يمارس هواية يمارس مهنة يمارس حرفة يخش في أعمال خيرية أعمال طوعية يخش في أي حاجة حتى أنه حتى تأدي هو أصلا الفريق بداية هو أصلا نحن كان وقت بنستثمر وقت فرقنا في الخير ألف شكرا يا أستاذ أحمد خليفة الاسم صحة كده على أمل إن شاء الله بذل الله في فقرات وحلقات خضيبة إن شاء الله مع الفريق بداية جديدة شكرا على حضرتك أستاذ أحمد ونستجبر إن شاء الله بذل الله ضيفنا كريم على كريم